شوين طلعوا جام منوش الصبح مالي شايفوا؟ هنا دي خانوم دبرت له موعد مع مخرج وراح لحتى يشوفه آه طيب طيب فرحتيني لانه تعطل عن شغله كتير بآخر فترة هالولاد عمي انت شو ناوي تعمل اليوم؟ آه والله ما بعرف يمكن روح علي فنيني آه لجلينات كان راح يعمل الجهة الورانية بيدروح شو شو سوا ما بصير لأمتى بدك تضل قاعد من الصبح للمساء بالبيت؟ قومي شوي وبدلي تياب هالبيت اللي لابسهم ليش با؟ البيس وتشيك وروح عالنادي مبسط بشبو بيتك وشوف مين في هونيك مين عايش مين مات تحرك شوي اللي بعمرك دفنوا مرتن الخامسة وعم يفكروا يتجوزوا وانت كل يوم بالبيت اي والله ما بصير يعني هيك قولتي؟ طبعا طبعا آك مديحة ظلمت حالي كتير بالبيت ما؟ يعني على أخذوا عطر معكم كل نهار عمي بتصدق انه انا احيانا ما بقدر اتحمل حالي ايش لون متحملني انت كلها السنين ما عم بفعم؟ برأيي هلا اطلع شمهوا وبعدين بنحكي طيب ماشي مثل ما بديك بعض الضفور بطلع وشوف مين بقي من رفقاتي عايش يلي عايش بتسل القروية واللي ميت بقر علي الفاتحة بنتي عملي حالك مريضة شوي شباك؟ إلهة أوه واللهي طالع متل فلقة الامر عمي ما شاء الله ها؟ مو هدو اللي تياب أحلم تياب البيت بكتير؟ يعني طالع ابن أربع طعش هلق ما شاء الله الكاريز ما شغالك لا تبارغي مديحة لحطلع لي كم ساعة ورجع أخذ وعطي أنه هي أكون ايه؟ ايه كم ساعة؟ روحتك ورجعتك عالطريق بدي كم ساعة أصلاً طلعت في التلب اسطنبول من أولة لآخرة للمساء بعد النادي طلع عالجهة الثانية يدوق طعمة زحمة السير ورجع ماشي يالله ماشي إذا لازم كن ايشي خبرو بيه ايه ماشي بخبرك الله معك مع السلامة بأمان الله آخ نشكر الله أردفته فكرته ما رح يطلع أبداً ايه وهلأ شو صرف ناجية وصرفنا جده اسماعيل ناجية شو بنا نعمل فيها؟ هو هو بعتت ناجية مع الشفير ع السوق من زمان وكتبت لقائمة طويلة ما بترجع لبعد عشر ساعة والله جاد؟ اي شو نفكرتيني يا شقرة؟ كل شي عملت له كنترول ما تدوح الحلوة وأخيراً انبعثت من الرماد تعي خلينا نراجع لخطة مرة تانية رفيف السعادة مبعتت جواتي فجأة وصار عندي خطة غير شكل هلأ موضوع الحمل المزيف هاد كان معصبني يعيش الإجهاض المزيف ليش كلها الأد مبسوطة ما عم بفهم عليكي ليكي اسمعي شو رح نعمل اسمعيني كتير مني ها فهمتي علي شو رح نساوي هلأ؟ اي ثمت؟ اي يلا اتصلي بفتون اتصل هلأ يعني؟ اي نعم هلأ بنتي انتي ليش ما عاد استوعبتي؟ دقيلة لحتى نخلص ان شاء الله ما أدخر ولاقي باص بسرعة رفيف يا ترى بتكون حكيت لجان عاللي صار؟ ألو فتون لكي انتي لازم تجي على بيت مرت عمي مديحة بسرعة لحي عليها لحي عليها أكتر يعني تعي فورا انتعي بأسرع ما فيك تركي كل شي من إيدك وتعي ليش؟ حكيتولو لجان الحقيقة؟ انتي تعي؟ كمان جان هون ورح نحكي كل ياتنا سوا ماشي بس حاولي ما تتأخري باي برافو عليكي ضربي كفيك ضربي عم تقول انه جان معون إذا جان فعلا كان معون معناتها هي حكيت له وأكيد بدياني مشانتواجهني معون المهم هلأ انه جان رح يعرف الحقيقة كلها إذا أخدت باص رح أتأخر لازم لاقي تكسي فورا وهي اتصلنا فيا شو رح نعمل هلا؟ إي لأ مستحيل بدي ضل عيد الحكي خمسين مرة لحتى تفهمي هاي وشقارك مو طبيعي كمان شو هالغباء؟ لك مو حكيتلك وشرحتلك مني شوي أنا كمان رح أتصل وخلي جان يجي لا أنا كتير متوترة مرتعمي وما عم بقدر أفهم عليكي بنوم لا تتوتري كنتي الشقرة بعدين إذا نزل الولد رح يفكروا من التوتر هالكزبة رح تكون خلاصة تجربة السنين وخبرتهم الطويلة الكل رح يحكوا عن إعجاز ومعجيزات السلطانة مديحة بالكزب سلطانة مديحة أنت منيحة؟ منيحة إذا بتخليني أمدح بحالي شوي المهم، وين صار تليفوني؟ ها؟ 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 أهلان أمي جان، رفيف مومنيحة بنوب، تعال بيت بسرعة توجعي أمي شو عم بيصير معكم؟ شوفي شو صار لها؟ ليك جان هي ممغوصة كثير، فوراً تعاوا خلينا ننقلها على المستشفى توجعي توجعي ماشي أمي ماشي أنا جاي لعندكن مماشي ابني كله تمام وهي جان جاية وفتون جاية شو بدنا نعمل هلأ؟ رح نقعد ونستنى، رح نستنى وهلأ بتقومي بتعمليلي فنجان قهوة وسط وبعدين منقعد مع بعض ونستنى بكل هدوء ورواء يلا أهلا وسهلا فتون أهلاً مديحة خانو فوتي لجوا، فوتي تمثيليات الحمل تبعكون مستمرة لليوم؟ فهموني وينه جان؟ ها؟ ليكو جاعي عالطريق فوتي لحتى نحكي بشو بدنا نحكي؟ سألتك عن جان وقلتلي إنه هو بالبيت هلأ بيجي فوتي انت لقلك فوتي، فوتي انت شو عمت عملي مديحة خانو؟ شو نا وين تعملوا فهموني؟ ليش جان مانو بالبيت؟ ها، ليكو وصل هلأ بتشوفي رفيف سألتك شو نا وين تعملوا؟ رفيف 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 انت منيحة، فتون شو اللي عم بيصير هون؟ رفيف؟ هاي فتون ضربتها لرفيف فتون هجمت عليها ودفشتها ورفيف وقعت بالأرض ومن وقته هي عم تولويل ابكي انا ما عملتش هدول اتنين عم يكسبوا ادرانت امي رفيف امي تعالي معي تعالي امي لا تخافي لا تخافي ما رح يصر له شي تعالي هدول عم يكسبوا عليك انا ما عملتش فتون موقت هذا الحكي هلا زان عم يكسبوا عليك رفيف ما انا حامل حتى فتون خلص بعدي عن طريقك زان فتون اتلك بعدي يلا ابني خف رجلك خلينا ناخده على المستشفى تعالي يلا لا تخافي رجلك انا معك شوي شوي زان امي سعدية شوي يلا ابني يلا ولا يهمي خرف زان تعالي بس زان زان استنى زان وقف شوي زان زان وقف شو لسه بدك فتون زان ما في لا بيبي ولا غيره هدول عم يتضحكوا عليك انت شو اللي عم بتخرفي شو عم بتقولي طلعي البنت رح تموت مانك شايفة انت شو عم تخبصي وليه انت شو عم تخبصي رح تصعطيها للبنت وعم تفتري عليها روحوا من هون زان 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 اسحك انت الدول ما في لا بيبي ولا شي زان 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 عامل لك ان انا ميكسبوا عليك زان 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 اسماني ما رح اسبع الكن يتكملوا بيه الكسبة ما رح اسبع الكن تاكسي وايه انت بتعرف مش فتيكين الخاصة؟ بعرف اخت خدني لهنيك بس بسرعة مستعجله كتير انا ماشي خير في حدا مرضان بيخصيك؟ ايه عندي اتنين مرضى نفسيين خير ان شاء الله خير هلين فتون؟ قالوا مراد مراد الحاني عالمستشفى فورا رفيف عمتكذب كذبتاني وراحت عالمستشفى لطأزهد انت بتعرف الحقيقة رح نحكي كل شي لازان كل شي اه ماشي فتون انا جاي فورا استنيني جاي لا تطول ماشي ماشي اه لك انت شو بدك فيني ناشي بيك ليك يا رفيف 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 خانه متفضل ينزل ماشي 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 ابني ابني خطوها كل شي يلا تعي يا ابنتي تعي يلا على مهلك على مهلك انتو جاهزين يا ابني تعالة شوي شوي بلا ما دعزي حالك خاصة يلا يا شماء احراتو يلا يلا يا ابني يلا جامبيك انا بعرف وضعك كتير منيح لتا كوتك اهلو سماحت جامبيك لو سماحت جامبيك وحكي بدي عذ等 اختيتو لك شغل جوا يتريك ال BERKAT حي يشغلو شغلون انت تعا أعود معي لشوف بك يا أمي أنا لازم ضل معك يا أم ممنوع شو بدك تعمل بيناتون؟ تعا عود لشوف شو مبسوط من عمايل المقواء هالقزمة فينا؟ المنحوسة مو عالفاضي أنا ضد إنك ترتبط فيها شوف الوش الحقيقي لأمقواء المشؤومة أمي، لو سمحت رجعي حكيلي شو اللي صار من الأول؟ شو بدي أحكي لأحكي؟ من فوتتها من الباب نطت وتهجمت على رفيف ووقعتها قال شو بسبب هالبابي أنت وياها ما قدرتوا تتجوزوا؟ وهددت إنه راح تحاسبنا على هالشي فوتون قالت هذا الحكي مستحيل؟ لا، جدك قال هالحكي لك افتاه عيونك بقى ابني افتحهن مو معقول جان، جان، جان أنت لازم تسمعني لو سمحت تسمعني فوتون في مجال نحكي بعضي لأنه مو هاد الوقت المناسب جان هادا هو الوقت المناسب، سمعه لك أنت شو ما فيك يزوء بالمرة؟ فاهميني أنت شو عم تعملي هون لهلأ؟ هللي عنك تعف ابني بقى؟ أمي دقية بس لو سمحتي فوتون تفضلي أحكي الشي اللي بديك تقولي بس بسرعة جان عمي كسبه عليك، لا تفدون عمي كسبه عليك شوف لسه عم تكذب من غير لاعب ومحية جان بيك، جان بيك، بعد إذنك فوتون خانو بس ثانية جان بيك، مع الأسف خسرنا الجنين لك جان، عمل لك أن أنا ميكسب عليه، لا تفضل رفيب خانو بمتزارك جوا، تفضل، تفضل يا ثانيس، ما بيكسبه عليك؟ لا حسرت عليك، راح وريس العيلة، راح يا أمن، امسكوها البنت وزدتوا لي إياها برع يلا بسرعة، ما رح أسكت لك أبداً، تفضلي يا زبك، ما رح أسكت لك أفهمك لو سمحت انت، تواجه ومنشوف، أنا بورجيكي، شون عطريني، انت زدتوا برات المسترسة لشوف، روح يلا فضل لي لبرة، لو سمحت انتوا عيدي، بعدوا عدي، بعدوا لسوف اطلعي لبرة يلا، بعد، شليدة، شليدة، شليدة عني لا تعلي صوتك، شومي سير هون، نزل إيدك عنها، تعلي لشوف إذا بيصر لشي لها البنت، بدي دفعكم التمن، عم تفهم انتوا يا؟ ما فيش يا جماعة، يلا يلا كلمين يلتهي بشغله انت ميحة؟ لا، ما رح أتحمل أكتر، خدني منهم يلا يلا شو لسا تكونوا قافين عم تعملوا؟ يلا تحركوا عشغلكون أخ، بإذن الله نفدنا من هالورطة يا مدوحتي طول بالك ناجي، لا تفرح بحالك كتير الفصعونة اللي بعرفها أنا، ما رح تستسلم بسهولة أي مثل ما بده، لا تستسلم عصفورتي، بس أنا متأكد أنه بالآخر ما رح يطلع له معيك ابنوب أه، والله بهاي معك حق برافو ناجي على مهلك جان دير بالك ناجي شوي شوي، لا تستعجلوا حاضر أمي انتبه، انتبه عالدرج ابني انتبهي تعالي، أعدي هون لشوف عادي، مدي رجليكي كمان رفيف مديهم، مديهم، مديهم هاتي عنك بنتي رفيف، مسكي استني فكن، فكن، برافو يلا آخ، شو تبهدلت ياك انت الشقرة، يا وش الملاك انت أمي، وينه جدي؟ ما بعرف، طلع من الصبح بكير وراح حتى ما قال لنا جيه لوين، وقال شو من مبارح ما حكى ولا كلمة طول الليل قاعد عم بيفكر لطلعوا الضو ابني، يلا انت كمان قوم غسل ايديك ووشك وبدل اتيابك رح أقوم، هلأ فوراً، رفيف اذا بدك اي شي نادي لي ماشي ابني ليكني انا هون طيب يلا بنتي رتاحي انتي شفتي رفيف، وأخيراً زبطيت مبروك علينا انتي متأكدة؟ طبعاً انا متأكدة، انا بعرف ولا ابني، لو كان عنده شك ولو هالأدمى، كان بيوقف دقيقة جنبك وكان ركدل عند القزمة اكتر شين فرحني هلأ اني خلصت من موضوع الحمل المزيف وارتحت منه شش، بنتي، الحيطان الى آدان وركزي انك تحب لي بأسرع وقت، بما انه جان متحمس لفكرة الأبوة هلأ مي؟ ايه، اذا جمعان بخلي ناجية تحضرلك الأكل لا لا انا بدي روح لوين جان؟ عندي شوية تشغل ما بتأخر كتير لا تخافي مو على أساس بتعرفي ابنك؟ مو على أساس لو عنده شك مكاني بيستنى؟ شو بدنا نعمل هلأ؟ رفيف حاجة تحوصي بقى ضاج راسي تعيدي محلك ليش ما رجع جان؟ فاهميني لوين راح هلأ؟ اهدي، لوين بده يروح يعني؟ مرته تعباني، هلأ بيجي إن شاء الله بنتي ما عندك ثقة بحكي؟ أنا عم قلك شوي وبيكون هون بس لازم أعرف وين اختفى لك أنا شو بيعرفتني؟ شايفتيني بيقلي لوين رايح لحتى جاوبك على سؤالك؟ ايه؟ بركي راح يشتري شي؟ ما بتعرفي ها ها رجع، تعي تسطحي محلك ناجية، ناجية فتحي الباب بسرعة راح افتح مديحة خانون يا بطاك خاطي أهلين وسهلين جان بيك أهلا وسهلا ابني رفيف، يلا أومي بدنا نروح لا، لوين بدكن تروحوا؟ البنت لسه تعباني، أعود ارتاح شوي ما بدي أعود أمي، يلا رفيف جان شو صار لك؟ ليش عم تحكي معي بها الطريقة؟ انا بالبيت منحكي، يلا أومي شو بك ابني؟ قلتلك البنت تعباني، تركها ترتاح شوي كانك ما بتعرف اللي صار معا؟ ما فيا تقوم بنوب هلا قلتلي ما فيا تقوم؟ ايه؟ طيب، أنا بقومة إجباري عنا اومي با شو عم تعمل إنتي جان؟ تعالي شو صار لك فجأة؟ علامة لك على البنت؟ جان امشي الدامي امشي نعم عمي اه، اجا جان وأخذ البنت مديحة أنت بالبيت؟ ما تتحركي من مكانك جاي أنا عم تري استنيني بالبيت استناك بالبيت؟ ليش؟ ليش برايك؟ مش هل تشرحيني على المصائم والتخبيص طبعك؟ عن جد ما بتستحي، عم تسألني ليش؟ هه، ناشية، اسمعي لقلي، اقفل إمام البيت فوراً ولبيب ما أنا أوصل، ما في حدا لا بيفوت ولا بيطلع انت شو مديك شو بتقول مديحة؟ حلو برا، عملي اللي عملك عليه، واقفلي البواب انت استعجل لك شوي يه، معقول يكون عرف باللي عملنا؟ وجان أخذ رفيف مثل المجنون معقول يكونوا عرفوه؟ شو اللي عم يصير معون؟ ولي، مو معقول شكلك وصلتي لنهاية المسرحية مديحة لعمة، رح اتركها هي بتدبر حالة أنا هلأ لازم استغل الفرصة وسافر بالرعة البلد وأهم شيء اهرب قبل ما يوصل عمي، هربي بسرعة روحي مديحة، فوراً هربي، انفدي بريشك اه، وصلت لآخر حلقة صار لازم أخذ نظرة أخيرة عم مملكتي يه، العمة شبو هاد؟ ناجية، 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 لك ناجية؟ النعم يا خانم ليش هاد الباب ما عم يفتاح؟ اسماعيل بيك طلب مني إقصه للباب وقال ما بينفتح لحتى يصل هو هادا جاية يدبحني من الوريد ناجية افتحي هالباب بسرعة، يلا هادا أمر عسكري ما بقدر افتحه مديحة خانم ناجية، طلعي، ليكي شكل وشي شلون؟ لا تعصبيني، لأنه احتمال ققتلك قبل ما أطلع مستحيل مديحة خانم اسماعيل بيك بعصه لا تقولي ما حزرتك، تعي لهون لقلك تعي لهون، وين حبتتي مفتاح الباب؟ طالعي لنشوف، وين حبتتي؟ أنا لازم اطلع فورا، إنه إذا ما أطلعت أكيد بتروح علي قومي، بسرعة، يلا تحركي أهلين وسهلين عمي لا أهلين ولا سهلين، خير إن شاء الله، شو كنتي ناوي تروحي؟ لا عمي، هاي مو لا إلي، كنت رح فوت اتحمم رح تتحمى بي بالنظارات؟ سماعيل بيك بتقمرني بشي؟ لا ناجية، فيك تطلعي هلأ بس تسا بكير؟ معلش، رجعي على بيتك بكير اليوم أمرك سماعيل بيك قولي، جاية معصة، بأكيد ناوي قتلني، مشان هيك بعث ناجية بكير عبيتها عمي خير إن شاء الله، ليش بعثت ناجية على بيتها بكير؟ ما بصير نعطيهن وش كتير، يعني عم قول لسه ما خلص دوامة اليوم، لا تكون مدايقتك بشي؟ مديحة، أنت واحدة ما بتخجل من شو بدي أخجل عمي؟ بعد ما عملت كل الأصص، معقول تسأليني من شو بدي أخجل؟ لازم تغشمي حالك مديحة، قد ما فيكي، كذبي أيها قصص هاي اللي عم تحكي عنا عمي، أنت شو اللي شو الموضوع؟ أنا صار عند يعلم بكل شي عملته مديحة، ومن حظك إنه جان ما بيعرف إنك أنت ورا كل الخضاط، وبلغ ما يعرف، بتضلي أمه، بس لازم تعرفي إنه ما عد إليك قاعدة بهالبيت، ضبي غراضيك وطلعي بسرعة، ما عد بدي شوفه الشيك أبداً فمتي، ضب غراضي؟ أنت أكيد عم تمزح معي، ليش أنا شو عملت؟ من وين بدك بلش مديحة؟ من الضحك اللي اضحكتي على أبنك؟ ولا الضحكك عليّي أنا؟ ولا التمثيلية اللي مش حتى بحامل رفيف اللي طلعت كله كذب بكذب؟ لا، لا، يعني رفيف ما كانت حامل؟ مديحة بترجعكي، ما تغش في حالك، أنت شفتي هذاك الدكتور التافي ناجي واتفقتي معه كمان، لك حتى ما طلع الدكتور علم المشفى، لكنك ما يطلع دكتور بنوب؟ كمان ناجي، ما طلع دكتور؟ مديحة، قلت لك لا تغش في حالك الدبي معه بكفي آي، آي، شو عاملي أنا لحتى أسمع كل هالمصايب بيوم واحد؟ آي، ليش عملوا هيك فيني؟ أنا انضحك عليّ بكل سهولة، قدروا يتضحكوا علينا كلنا، كنتي قدرت تلعب عليّ، وخطيبي قدر يلعب عليّ كمان، إجتني المصايب من كل الجهات نحقاش، نحقاش تلسيل مديحة، ما عاد فيكي تضحك عليّ أكثر من هيك، تسمعي، أنا مراح أتراجع عن الشي نقلتها، طلعي، بدي تطلعي فوراً، طلعي فوراً من بيتي عمّي عم تقلّعني من البيت معقول بهالبساطة؟ اين عم؟ هذا اللي عم بعمله بالضبط تسمعني شوي عمّي، بدي قلّك جوز كلام، إذا عملت اللي بدك يا وطلعت من هالباب، ما بقى ارجع بنوب، وانت السبب بهالموضوع، لأنك طالعتني من هون بسبب قصص كلها كذب، وما رح تعرف وين بكون، ورح تندم لأني مو موجودة أكيد رح يقول وقفي، بده يدور ويقل يستني ليش مقا؟ خاطرك أمّي، كنت دور لعندي ويقلي لا تمشي بنتي ولو إنه مو من قلبك موسيقى يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإختارات لتكون أول من يشاهدها موسيقى